هنا كان الإدراك والوعي لأهمية وجود مظلة اجتماعية للأسرة المصرية ولفئات المجتمع المصري بشكل عام وده بنشوفه من خلال العديد من المبادرات الرئاسية وطبعا لعل من أهمها وأشارها هي مبادرة حياة كريمة اللي بترتقي بالأسرة في أنحاء كثيرة من محافظات جمهورية مصر العربية خلينا نتكلم عن أهمية وجود هذه المبادرات الحفاظ على صحة المواطن المصري على تأهيله ووجود مسكن آمن خاص به وتوفير رعاية شاملة خاصة به إزاي ده بيتم في الفترة الحالية وحضرتك شايف تأثيره إيه على نواحي الاقتصادية بداية الكيادة الرشيدة نقلتنا من عصر القديم من أزمة الإدارة إلى إدارة الأزمات بالفعل احنا دخلنا على مستوى جديد من العلوم الإدارية وهي إدارة الأزمات لما بدأنا مبادرة حياة كريمة إحنا لو هندخل دلوقتي على أجنتة مصر في المبادرات محتاجين ورق وقلم نقعد نكتب العديد من المبادرات لدعم المواطن المصري ليس مبادرة حياة كريمة في مدى مستقبلنا رقمي للتكنولوجيا الصحة 100 مليون صحة تحت المظلة بتاعة 100 مليون صحة في برنامج بتاعة الطمينة على السيدات على السيدات أو الأطفال وتعفير كمال المواد الغذائية للأطفال للمدارس يعني دي كلها منظومة متكاملة أما بدأت كيدة الرشيدة تدير منظومة حياة كريمة بدأ يتعمل التصنيف التصنيف مين هو اللي محتاج لحياة كريمة الميت مليون محتاجين لحياة كريمة ولكن بدأ نقول له حسب الفئة العمرية حسب النوع حسب المجال العمل يعني يتعمل العديد من المبادرات يعني حسب المهن يتعمل مبادرة توطين الصناعة حسب الهوية المصرية والناس اللي هي حرفية توطين الصناعة طراصنا والعديد من المبادرات حسب الصحة اتعمل المظلة بتاعة 100 مليون صحة يمكن الدول العالم كلها عشاد الموضوع ده إنما يكون فيه دول كتير كان بتحسد مصر على هذه المبادرة اللي هو مصر بلا فيروس سي مصر 100 مليون صحة مصر بلا عشوائيات يعني ده كمان كان من الحقيقة المشروعات القومية اللي تبنتها الدولة القضاء على العشوائيات وإعادة تسكين يعني فئات كثيرة كانت بتعاني من تواجدها في العشوائيات في أماكن آمنة وصالحة للحياة بأمن وبأمان وبحالة اجتماعية مختلفة تماما عندما نربط حياة كريمة بالأمن والأمان لما بنيجي نفتح ملف الأمن الغذائي مسؤول عنه ملف الأمن الغذائي الناس مسؤولة الأمن الغذائي الملف العسكري الأمن العسكري الأمن العام ولكن إحنا أصبحنا للوقت في ملف الأمن لحياة كريمة أو ملف الأمن الاقتصادي اللي هو مسؤول عنه كل فرض موجود في الوطن سواء من خلال مكانه هو سواء من خلال مكانه كموظف ما يصبح أن كان واصف كمواطن مسؤول عن تحقيق الأمن العام أو الأمن الحياة الكريمة مظلة الأمن الحياة الكريمة دعمت كل هذه النقاط تحت هذه المظلة أن المواطن إزاي يعيش آمن وهنا الأمن هنا مش المقصود بالأمن العسكري مقصود به الأمن العام أمن الحياة إن هي تصل به إلى أعمال شغة الأمان يعني لحد كبير في كل cadern الأطفال أمن الهزائي الأمن التعليم الأمن الصحي الأمن العسكري كل جبل الأمان تكون مغفراله علشان يحظى بحياة كريمة